اشتركوا في القناة وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا مولاي قمر العشيرة يا أب الفضل عباس السلام عليك يا مولاتي يا زينب الكبرى السلام عليك يا مولاي يا قائم آل محمد حياكم الله مرة أخرى أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية ومن هذا الجوار المبارك الجوار بي عبد الله الحسين وأخيه أب الفضل عباس وهذه الليلة العظيمة المباركة ليلة عرفة وهذه الأجواء الحارة اللي نسأل الله أن يمن علينا إن شاء الله بتخفيف من الذنوب ويوم القيامة أن لا نذوق حر جهنم اللهم آمين أسعد الله وقاتكم طيب الله إن شاء الله وقاتكم بكل خير بحق محمد واله طيبنا الطاهرين متاع القلوب برنامج قرآني يسلط الضوء على الطاقات الشابة لإبرازها للساحة الإعلامية القرآنية نسأل الله لكم التوفيق دوام التوفيق نبدأ بدون مقدمات اليوم مع المشارك الأول الأخ عباس جواد كاظم من بابل ويقرأ لنا من سورة فصلة من الآية الواحدة إلى الآية الثالثة عشر فلنستمع عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب ومن أعني حجاب ومن بيننا وبينه إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استغى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم أحسنت أحسنت يا عباس جواد اللي قرأ علينا قبل لحظات من بابل بهذه الطريقة الجميلة الطريقة العراقية حقيقة أمتعتنا بهذا الأداء والأسلوب الهادئ ملاحظة جدا مهمة والتفاتة أنه يقرأ القرآن بأسلوب هادئ يعني لا نقول بأسلوب هادئ أنه أسلوب يدعو للملل وأنه يخلي الآخرين يملون من الاستماع لا أسلوب الهادئ اللي هو يكون مناسب للآيات لا يكون صراخ واضح لا يكون عجلة بالأداء هذا الأسلوب رائع وبالطريقة العراقية بعد أروع فما شاء الله استهلالك ودخولك للطريقة يعني للتلاوة كان رائع وجميل وقراءة هادئة وأداء رائع للأحكام بالطريقة يعني من هنا نحاول أن نوجه رسالة البعض البعض يحاولين تصيد من ماء العكر يقول الطريقة العراقية يقرؤونها بعدم مراعاة الأحكام هذا الدعاء غير صحيح لأنه علم النحو هو شنو لتصحيح هذا على سبيل المثال علم النحو لتصحيح الأذى اللسان صح نجد كثير من متعلم لا نقول البعض لا والله كثير من متعلمي علم النحو يلحنون يعني لا يجيدون شنو عمليا علم النحو فهذا ما يكون مدعاة إلى أن علم النحو غير نافع لا علم يعني له شخصيته وله كيانه ولكن اللي هو تعلمه ما طبقه بشكل عملي فقط طبقه عنده نظريات فنقول أن الطريقة العراقية ليست هي المشكلة المشكلة بمن قرأ البعض يعني قرأ بالطريقة العراقية لكن الآن نلاحظ الأخ عباس أداء رائع يعني تطبيق الأحكام وقراءة هادئة وأسلوب ممتع بالطريقة العراقية هذا الشيء يعني نعتبره متكامل بالطريقة العراقية نصلاة التوفيق إن شاء الله تعالى نذهب إلى المشارك الآخر مقتدى منذر من واسط مقتدى منذر من واسط يقرأ من سورة البقرة 124 الآية إلى 129 وبعدها يقرأ سورة قريش فلنستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الْوَالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّةً وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَمَّا إِلَىٰ أَوْطَهِّرَ بَيْتِي أَمَّا إِلَىٰ أَوْطَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَتِنَا رَبَّنَا أُمَّتَ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِيْلَى فِي قُرَيْشِ إِلَى فِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ أحسنت يا مقتدى موفق إن شاء الله إلى كل خير مقتدى منذر من باسط كانت قبل لحظات تلاوته ومشاركته وكان المشارك الثاني مقتدى جميل صوتك ما شاء الله يعني مقتدى أنا أعرفه سابقا من خلال مدرسة أمير القرى ومشروع أمير القرى الذي تقيمه العتبة العباسية مع حد القرآن الكريم بارك الله بك وبالقائمين على هذا المشروع موفق إلى كل خير يا حبيبي يا مقتدى استهلالك ودخولك للتلاوة الجميل لكن يحتاج إلى إعادة ترتيب أنا أعرفك أعلى من هذا الأداء هاي النقطة مهمة يعني مثلا شون إعادة ترتيب مثلا تحسب أنه المدة اللي أنت تريد تؤدي بيها ربع ساعة عشر دقائق من دقائق خمس دقائق فلابد يكون الاستهلال مناسب وقته لمن للدخول بالتلاوة حتى تعطي يعني ما عندك خلال هذا الوقت بشكل كامل هاي وحدة وحدة الثانية كان استعمالك لمتوسط الصوت أو توسط الصوت عندك رائع حلو يعني جميل تحس أنه أنت مسيطر على هالمنطقة لا متكلف بطبقة منخفضة ولا متكلف بطبقة مرتفعة لا أنت تقرأ بالسليقة وهذه إيجابية عالية جدا مثلا أكو بعض الأمور يعني مثلا من نون يعني منهم هذه النون ما نقول منهم لا يعني وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم منهم ما نقول منهم لا هذا صار كأنه هذا النون مشددة وعليها شدة وتنطيها يعني تسمعها للمستمع وهذا غير صحيح بشكل عام بشكل عام ملاحظة وحدة أو عامة الحروف لا بد أن تراعى يا مقتدى الحروف لا بد أن تراعى صفات تنطيها صحيحة مدود لا تنطيها أكثر من حقها الطبيعي خصوصا مدود طبيعية أما باقي التلاوة متكاملة وموفقة إن شاء الله يا مقتدى إلى كل خير نذهب إلى مشارك ثالث زين العابدين علي من كربلاء زين العابدين علي من كربلاء يقرأ من سورة الفرقان من الآية 62 إلى الآية 73 فلنستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وإنما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أفاما يباعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يباعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياها صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم أحسنت يا زين العبدين موفق إن شاء الله إلى كل خير بارك الله فيك زين العبدين علي من كربلاء قرأ معنا في المشاركة الثالثة لهذه الحلقة من سورة الفرقان من الآية 62 إلى الآية 73 أنا عندي ملاحظة على الابتداء والابتداء التلاوة وانتهاء التلاوة الملاحظة بخصوص أنه لا بد أن نختار لا بد أن نختار شنو جمل أو آيات ذات موضوع واحد أو مواضيع متعددة متكاملة يعني الابتداء بموضوع معين مثلا قصة موسى عليه السلام كثيرا ما ترددت في القرآن لا بد أن نبدأ من أين ابتدأت القصة بخصوص السورة المعينة مثلا سورة الشعراء سورة طاها من أين ابتدأ بها مواضيع متعددة نختار في الموضوع معين الابتداء من نفس الموضوع إلى أن تنتهي القصة مثلا أو ينتهي العظة أو ينتهي الهدف أو ينتهي الموضوع المراد طرحه في تلك الآيات حتى يعني نوصل للجمهور والمستمع يعني آيات بها معاني متكاملة لنقطع يعني مثلا وهو الذي جعل الليلة والنهار خلفة لمن أراد أكون متعلق يعني مثلا نبدأ تبارك الذي جعله في السماء هذا الابتداء صحيح بداية التلاوة خلوش عيني مثلا وقفنا والذين إذا ذكروا بآيات الله إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا لم يخروا عليها الصمة وعميانة وانتهانة لا بعد الصفات ما لعباد الرحمن بعدها ما كملت صوتك جميل استهلالك جيد ودخولك لتوسط التلاوة رائع رائع جدا يعني كان استقرار عندك في الجمل النغمية إلا يعني بعض بعض الجمل مثلا إنها ساءت مستقرة ومقامة صار عندك فد يعني نشاز بالجملة في الصوت عفواً كان عندك شنو؟ إخفاقة في الجواب ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الجواب الجوابات في القرآن وفي كل أداء لابد أنه إحنا نعرف نفسنا بذاك اليوم وبتلك اللحظة للقراءة أن صوتنا يسمح بهذا الجواب وياي الصوت يسمح بهذا الجواب هذه وحدة وحدة الثانية أنه من تبدأ وتصل إلى منطقة انتطى الجواب لابد تتحضر لها تتحضر لها بالتدرج تتحضر لها بارتفاع أكتاف لأكتاف آخر مو ارتفاع غير مدروس يعني انتقال الجواب لا بد أن يتحضر لها حبيبي يا زين العابدين موفق إن شاء الله إلى كل خير ناخذ آخر المشاركين علي كريم عزيز من ذيقار يقرأ من سورة الإسراء من الآية التاسعة صفحة 283 فلنستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين لا يؤمنون بالآخرة ويبشر المؤمنين الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنغار آيتين فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مصير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مصير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ما عليك حسيما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم أحسنت موفق إن شاء الله يا علي علي كريم عزيز بن ذيقار آخر مشارك كان معنا لهذه الحلقة ولهذا اليوم حقيقة علي صوت وخامة رائعة خامة رائعة لكن تحتاج إلى تخمير بعد أكثر حقيقة علي عندك يعني جمل بعض الجمل رائعة ولكن بعض الجمل تحتاج إلى أنه الصوت مع النغمة يختمر أكثر كيف يختمر أكثر أنه لابد أن تقرأ باستمرار تعرض تلاوتك على متخصص يعني وتحتك بالمختصين يعني والمحترفين تحاول أن تكون كثير الجلسات ترتاد يعني على تقرأ على يد مختص يعني قارئ محترف وهكذا شيء فشيء إلى أن شنو يختمر الصوت مع النغمة مهمة هاي استهلالك أخذت بيه وقت طويل وقتك يعني مدة تلاوتك كان يحتاج استهلالها أقل من دقيقة أنت أخذت بيه وقت طويل دخولك للتوسط حلو جميل عندك مشكلة عامة أنه الساكن يتحرك هاي مشكلة الحرف الساكن لابد أن شنو يبقى على سكونة قلنا أنه تحتاج إلى دربة يعني دربة ما بين الصوت والنغمة كان عندك ربط إحنا لا كل شيء نسمعا نقلد لا لابد أن نكون شنو نفهم ما أو نفهم المعنى الآيات يعني قرأت وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليلة والنهار آيتين ماكو ربط بيناتنين ماكو ربط الأكو ربط مثلا لآيات اللي أولي الألباب خوش في سورة العمران الذين يذكرون الله أولي الألباب الذين يذكرون يعني كأنه فصل بهم خوش فصل بهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالإسعاري هاي في سورة الذاريات هذا من فصلهم يعني أجمل أول شيء محسنين بعدين فصل من المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يجعون وبالإسعاري هم استغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هاي من فصل يعني رائع يكون ربط بيها بالتفت لهالنقطة يا علي موفق إلى كل خير عدنا مثلا القفلة الجملة النغمية أهم شيء نصف الأداء في تلك الجملة جميل أنه الراعي النغمة لكن مو جميل أنه نغمة راعة على حساب الحروف حقوق الحروف مثلا خصوصا في مبصرة فَمَحَوْنَا آَيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آَيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةِ كأنه تنطي شنو جاء تنطي حرفيا الباء صار حرف مو مبصرة لا مو مبصرة حتى لو قليل من جمالية النغمة لكن أنت تحافظ على شنو على أداءك وحقوق الحروف بخصوص الأداء الصحيح للقراءة هذا مهم جدا يا علي دعوة من هنا لكل من يهتم وكل من مهتم ولكل من يريد أن يهتم بقراءة القرآن لابد عليه شنو أن يراعي القراءة الصحيحة وقراءة القرآن بشكل صحيح حتى لو كان يقلل يعني الجمالية قلل من نسبتها بعدين في جملة أخرى أعطي الجمالية الأخرى يعطي الجمالية لآية أخرى وهكذا موفقين إلى كل خير أحبتي وصلنا إلى أهد هذه الحلقة أسألكم الدعاء لي ولي والدي أرجوكم أن لا تنسونا الدعاء الله يبارك فيكم إن شاء الله يحفظكم من كل سوء مكروه اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وللمستشهدين بين يديه آمين رب العالمين نلتقيكم على حب القرآن في أمان الله